السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم احبابي ومتتابعي قناتي شيوات ام انصاف معكم فرح في فيديو جديد واقتراح جديد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم عاصر ديال حامد العشاق الحامد بواحد المكون سحري ان شاء الله كنتمنى انو ينالاعجاب ديالكم كيف العادة ما تنسونيش باللايك وتعليق لهذا الفيديو تبعوا معي الفيديو للاخير وفرجة ممتعة ونبدأوا على بركة الله كيف ممكن تشوفوا معي اخواتي هنا عندي جوج حبات ديال الحامد ممكن تستعملوا اكتر البنات انا غدي نشارك معكم فقط كمية قليلة وانتو ما ممكن انكم تضعفوا لهاد المكونات باش تحصلوا لها كمية لي كتير ديال العاصر هنا كيف ممكن تشوفوا معي كننقيدوك جوج حامدات مزيان من القشرة وكننحيدليم حتى ديالك القشرة البيضة لانه هي اللي كتعطينا المرورة في العاصر والمكوين السحري البنات هي لغوم ديال الحامد هي اللي غدي نضيفها لهاد العاصر اللي كتعطيه واحد الماداق خاطير بزافها البنات وكتعطيه حتى ديال اللون الاصفر وعندي السكر اللي كتبقى حسب الضغبين ستحت سبعت المعالة كبارين ديال سكر ساني دا وعندي هنا كيف ممكن تشوفوا هاد القرعة رافيها لتر واحد ديال الماء هو اللي غدي نستعمل غدي نستعملوا كامل فهدجوج حبات ديال الحامد ممكن اضيفوا اكتر البلات ديال الماء ممكن انا كنبغي شوية يبقى مركز داك الماداق ديال الحامد ذاك شعراش كنضيف ليتر ديال الماء معجوج حبات ديال الحامد هنا غدي ناخد داك الحبات ديال الحامد كيف ممكن تشوفوا معايا وكنقسمهم دوائر وكنحيد لهم داك العذومة كنقيمهم زيان ربنات كيف ممكن تعرفوا الحامد كيكونوا في العذومة بزاف فاردوا البل باش ميدوز حتى شي عضم من داك العذومة ديال الحامد الى التطحن راه كيجي الماداق دياله مر سافي كنقيمهم زيان كيشتو راقطعتهم دوائر باش هكا نقيمهم زيان وضفتهم في الكاز ديال الخلاط الكهربائي وضفت عليهم سكر بالنسبة السكر كيبقى حسب الدوغ ديالكم كتضيفوا واحد الكيمية ومنين كتتطحنوا راه كتعود دوغو ويلا كان مازال خاص سكر راه كتزيتوا السكر سافينا البلات كيف ماشوا معايا وضفت واحد الكيمية قليلة ديال الماء اللي غدي نطحن فيها دوك جوج حامدات وكنضيف واحد المعلقة صغيرة سوف نقوم بالنسبة لاغوم ديال الحامد او ديال السيترون سراحة تعدي واحد الماداق خاطير اللي بناترى العاصر جربوها وان شاء الله راه اكيد سيجبكم هذا العاصر راه كيجي وعر هنا البنات كيف ماشتو معايا بعدما اضفت لاغوم وضفت سكر وذلك الحبات ديال الحامد وضفت عليهم غي شوية ديال ما باش غدي نطحنهم كيف ما تلاحظو معايا وغدي ندور عليهم هنا الخلاط الكهربائي حتى يطحنو لنا مزيان مزيان ومن بعد غادي نخد صفايا وغادي ندوز ذاك العاصر اللي تحنت في صفايا بهتشكل هادا دارولي البلاس كنصفيوه باش كنحيدو ذاك القشور اللي كيبقاولينا ديال الحامد كيف ما كتلاحظو معايا كنصفيو هاد العاصر ديالنا جوج حتى الثلاثة ديال المرات باش حتى هذيك الكشكوشة تحيد ما تبقاش لانا حتى هي كتكون شوية مرة دكشي علاش صفيو العاصر ديالكم من جوج حتى ثلاثة ديال المرات سافينا كنبقاو كنضيفو الماء بحلق بهتشكل هادا وكنصفيو في العاصر ديالنا صراحة البلاس كيجي خاطر خاطر بزاف ان شاء الله غادي تجربوه وغادي ولي معتمد عندكم وغادي تبقاو ديما كتديرو هاد العاصر كيجي رائع سافينا كنعود نصفي العاصر ديالي وكيف كتشوفو اخواتينا بعد مما صفيت العاصر ديالي ثلاثة ديال المرات كيكون عليها تشكلها هادا راها كيجي خاطر البنات وكيجي رائع بزاف كيستحق التجربة هنا كنضيف لي هاداك الشي اللي بقالية من الماء كيف ما اذكرت معاكم راني استعملت لتر واحد ديال الماء في هاد جوج حبات ديال الحامض ممكن البنات تضيفو اكتر او لا اضيفو اقل ديال الماء المهمة كتبقاو اه دوقو للعاصر ديالكم يعني على حسب الماداق اللي بغيتو فيه واش بغيتو يجيكم شوية تقيل او لا خفيف مهم انا كنستعمل لتر ديال الماء في جوج حبات ديال الحامض بالنسبة لحبات ديال الحامض راها متوسطين البنات الى كانت عندكم الحبات كبارين راها تديرو اكتر من هاد الكيميه اللي عطيتكم ديال الماء هنا سعفي كيف ما كتشوفو معايا كنفرغ العاصر ديالي في هاد القنينة اللي غادي نقدمو فيها ومن بعد كنضيف ذاك الماء اللي بقالية يعني ذاك لتر ديال الماء وكيف كتشوفو كيجي هادا هو الشكل النهائي ديال العاصر اللي شاركت معاكم انا غادي نضيف ليه الى كانوا متوفرين عندكم انا ما كانوش مشي موشكل يعني ممكن انكم دخلون مجميد حتى كيتبرد وصفيوك تقدموه مباشرة راكيجي رائع البنات كيجي الغزال انا صراحة كي حمقني ودائما كنديرو بزاف ما كيخطعنيش كنديرو هكا كيلا كانوا عندي اضياف او لا الى كنتم صيبة هكا شي حلوة مهم تنديرو حتى بناتي كيعجبهم وكل شي كيعجبو صراحة كيجي زوين وكيجي رائع كيف ملحتو معي يا رب كيمية اللي هي قليلة حضرنا لتر ديال العاصر الحامض لعشاق الحامض طبعا اللي كيجبهم الماداق ديال الحامض راه اكيد غادي يعجبكم هاد العاصر لانه فعلا كيجي رائع وكيستحق تجربة ومنها حبيبتي غادي نودعكم نخليكم في امن لا الى فيديو قادم ان شاء الله متنسوش تشجعوني بلايكاتكم وتعليقكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة